اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن الحزام الناري او هيربس زوستر واسمه الحزام الناري عشان هو بيبقى شبه الحزام فعلا على العيان بس بمعنى اصح بيبقى نص حزام لانه غالبا مش بيعد النحية التانية من جسم العيان وبيكون ناري لانه بيكون مؤلم جدا لكن الحمد لله ما فيش منه مشاكل كبيرة زي ما هنعرف في الحلقة بتاعت النهاردة ما تنساش اعمل لي دايك للفيديو الحزام الناري ده بيكون ناتج عن اعادة نشاط فيروس هو كامن وساكن في جسم المريض اسمه فاريسيلا زوستر الفيروس ده بيكون دخل لجسم المريض وهو طفل صغير اللي هو عارفينه كلنا الجديري المائي طفل جاله الجديري المائي او تشيكين بوكس والطفل الحمد لله خفه وبقى كويس لكن الفيروس ده ظل ساكن وخامل في جزء من الجهاز العصبي بتاعه منطقة اسمها دورسل روت جانجليا وممكن يفضل ساكن وخامل لمدة عشرات السنين بعد كده ينشط لسبب او لاخر العيان مثلا منعته قلت لسبب معين او حصل اي ظروف المهم ان الفيروس بينشط مرة تانية ويعمل بقى الحزام الناري لهذا المريض يبقى طفل جاله جديري مائي عند خمس سنين وبعدين الفيروس يفضل ساكن وخامل في جسمه لحد ما يبقى عنده مثلا خمسين سنة ويبدأ يجيله الحزام الناري واحب اقول ان معظم حالات الحزام الناري دي حالات مش خطر اصلا ان شاء الله مش بتعمل مشاكل وغالبا المرض ده بيعدي وبيخف الوحده حتى بدون علاج لكن مشكلته الرئيسية هي القلم الشديد العيان اللي بيبقى عنده حزام الناري بيبقى عنده قلم شديد جدا وممكن يطول شوية ممكن يقعد اسبوعين ساعات ثلاثة ساعات شهر الموضوع بيبدأ ان العيان يبدأ يحسي بقلم في الجلد بتاعه في المنطقة اللي العصب المصاب ده بيغزيها يعني مثلا لو العصب ماشي في المنطقة دي كده العيان يبدأ يشتكي من قلم في المنطقة دي قبل ما يظهر اي حبوب وقبل ما يظهر طفح جلدي ودي حاجة ممكن تلغبط نحن كأطباء شوية ساعات نشك في القلم ونقول هو العيان عنده أزمة قلبية لو القلم جاله هنا مثلا ولا العيان عنده ابنسايتس أو التهاب الزائدة الدودية لو جاله في الناحية اليمين تحت ولا العيان عنده بلوريسي أو التهاب الغشاء المغلف للرئة خصوصا ان العيان ممكن يوصف القلم انه عميق جوه مش في الجلد من الخارج يعني وطبعا لو قلتلي نفرق ازاي بين الأزمة القلبية مثلا ولا ده هيبقى هيربس زوستر أو حزام ناري أقول لك العيان انت لو شاكك فيه انه هو كاردياك أو عنده مشكلة في القلب أو خايف منه كده كده عمل له رسم القلب بتاعه وانزيمات القلب وتابعه وزي ما قلتلك الألم بيكون في مصاري العصب اللي بعد كده الطفح الجلدي هيظهر فيه فالألم ده بيستمر مع العيان يومين 3-4 أسبوع بعد كده تبدأ تظهر الحبوب في مجموعات زي ما انت شايف كده أو الطفح الجلدي المميز ده غالبا الطفح الجلدي ده عشان هو ماسك عصب معين مش بيعد النحية التانية من الجسم إلا لو كان العصب المقابل ليه هو كمان مصاب الألم الشديد بيستمر مع الطفح الجلدي أحيانا يبقى العقد اللينفوية القريبة من الطفح الجلدي دي يحصل فيها تضخم وألم وساعات قليلة كده العيان يبقى معاه إرهاق ألم في العضلات صداع أحيانا بسيطة خالص ارتفاع في درجة الحرارة لكن مش دي الأعراض اللي انت بتشوفها انت غالبا كل اللي بتشوفه طفح جلدي وألم شديد مع العيان الحبوب دي بتستمر تقريبا حوالي 15 يوم ل3 أسابيع أحيانا قليلة تستمر أكتر من كده وغالبا الحبوب دي بتمشي من غير ما تسيب أثر مكانها إلا لو كانت الطبقات العميقة من الجلد تأثرت أو كان حصل عدوى بكتيرية ثانوية للحبوب دي ساعتها ممكن تسيب أثر الشخص اللي عنده حزام ناري والحبوب دي ظهرة بيكون معدي في الوقت ده لكن هيعدي مين بالزبط؟ هيعدي شخص ما جالوش قبل كده أصلا جديري مائي لم يصب بالفيروس قبل كده ولا واخد لقاح بتاعه ولو فعلا شخص جديد اتعدى من هذا الشخص إلا هيجيله جديري مائي وده ممكن يكون خطر شوية في البالغين أو الستات الحوامل أو الناس اللي عندهم نقص مناعة لأي سبب والشخص الجديد زي ما قلنا هيحصل له جديري مائي مش هيحصل له حزام ناري لأن المرحلة الأولى من المرض زي ما قلنا هي الجديري المائي زي ما قلت لك معظم الحالات بتعدي بدون مشاكل إن شاء الله وبدون مضاعفات لكن في نسبة ممكن يحصل منها مضاعفات نسبة قليلة لكن تبقى عارفها ممكن يحصل حاجة اسمها بوست هيربيتك نيورالجيا يعني ألم شديد يستمر مع العيان ممكن يستمر للفترات طويلة ممكن شهور وممكن يصحبه تغير في الإحساس في المنطقة دي يعني تبقى حساسة أكتر من اللازم أو الإحساس فيها ينعدم حاجات زي كده كمان الحزام الناري ده ممكن يأثر على العين ويعمل مشاكل في العين وطبعا طبيب الرمض بيتابع الحالة معنا أو ممكن يأثر على أجزاء أخرى في مخو الأعصاب زي الكرينيال نيرز وممكن يعمل حاجة اسمها رامسي هونت سندروم اللي بيكون معاها ألم أثناء البلع ألم أثناء الكلام ومشاكل أخرى لكن زي ما قلتلك الحاجات دي انت غالبا مش هتشوفها انت معظم اللي هتشوفه هيكون طفح جلدي شكل الحزام مع ألم شديد مع العين الحزام الناري ده والعين ده بتشخصه كلينيكل يعني مش بتحتاج فحصار هو شكله مميز وبيبقى الوصف مميز العين جاله ألم الأول وبعدها بكام يوم بدأ الطفح الجلدي بالشكل المميز ده والألم الشديد ده فانت بتشخصه كلينيكل لكن لو عايز تتأكد من التشخيص لأغراض بحسية مثلا ممكن تعمل للعيان بي سي آر أو دي اف اي تاستنج للسيكريشانز أو الإفرازات اللي موجودة في الطفح الجلدي ده علاج الحزام الناري زي ما قلتلك هو أصلا غالبا بيخف الوحده ممكن ما يحتاجش علاج خالص لكن انت بتحتاج علاج تحفظي للعيان العيان عنده ألم شديد هيحتاج مسكنات قوية طبعا أحيانا انان ستوريدا الانتي انفلماتري دراجز زي البروفين والديكليوفيناك والحاجات دي تكون كويسة لكن في الحالات الشديدة جدا ممكن نحتاج ناركوتيكس حاجة زي المورفين مثلا أو حتى نحتاج مسكنات قوية جدا زي ترامدول كمان ممكن نعمل العيان ويت دريسنج أو كمادات مبللة 5% ألمونيوم أسيتيت ثلاث مرات في اليوم كمان في لوشن زي الكلامين مثلا ممكن نستخدمه على هذه الحجوب بالنسبة للانتي فيرال دراجز زي الأسايكلوفير مثلا مضاد الفيروسات ممكن يساعد شوية ويقلل الكورس شوية بتاع المرض فممكن ندي للعيان أسايكلوفير وبالنسبة للكورتزينات أو السترويدز واللي معروف ان هما بياخدوها فالكلام مختلف عليه دلوقتي فيه قراء بتقول ندي وفيه قراء بتقول ما نديش لكن أنا عن نفسي مش بدي كورتزيون بعض الناس ممكن يدي للمرضى بتاعتهم زي الأمي تريبتالين ساعات بيساعد كمان حاجة زي الجابابنتن ممكن برضو تساعد شوية مع العيان العيان بيتعالج في البيت عادي ويخلي باله عشان ما يعديش حد تاني فيه حالات نادرة فقط هي اللي ممكن تحتاج مستشفى زي الناس اللي عندهم نقص مناعة مثلا والمرض شديد معهم أو هم معهم صورة أشد من المرض ودي حالة زي ما قلتلك مش مشهورة فيه لقاح ضد الفاريسيلا زوستر فيروس اللي بيعمل جدود مائي واللي بيعمل في الآخر حزام ناري زي ما قلنا متاح في مصر مثلا في المصر واللقاح التعليمات والحاجة هي قدامك ممكن تشوفها ولو انت مش في مصر تشوفه متاح فين في بلدك لو انت محتاجه ممكن نعمل حلقة ان شاء الله عن الجدير المائي اللي بيجي للأطفال الصورة الأولى بقى من الفيروس زي ما قلنا واللي بيكون معدي جدا ان شاء الله الحلقة الجاية وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لي لايك وشير شكرا لحضرتكم